السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوك وشوان سعيدك بخير اليوم رح نتناول درس مهم وهوى الناس يجهلون شوان صار هالعملية هاي اللي هو ضغط الملفات ذاكي يوم اثناء تصفحي للفيسبوك شخص تحدث عن الوينو العار اللي هو البرنامج الشهير خاص بضغط الملفات اكو اشخاص يقولون انه من تضغط الملفات ما يتغير حجم واكو اشخاص يقول هدف هذا البرنامج هو فقط تجميع الملفات حتى من ترفعهم على اي موقع ما تروح الملفات منها ومنها طبعا هالكلام يعني بعيد عن الموضوع نهائيا بغط الملفات يا شباب يشبه عمليات التشفير 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 كمثال هذا النص وهذا مفتاح النص ومفتاح التشفير زين الناتج الناتج نص مشفر الضغط الضغط يعني لو نفرض اي نص مثل اي بي سي هذا النص كمثال شباب هذا النص انا اذا اريد ابغطه لازم اقلل من حجمه شون اقلل من حجمه يعني انه نفرض انه طبعا كل حرف اذا تعرفون بالاسكي كوت كل حرف حجمه 8 bit اللي هو البيت وهذا 8 bit 8 bit ثمانية bit زين انا اريد كون اوصر لنتيجة انه اخترع لي فرد عملية معينة تزغر لي هاي الثمانية bit مثل تحولها الى بتات اصغر ويكون متوفر اللي هو جدول يفسر لي الاشياء اللي حولتن انا رح طيك المثال على ضغط الملفات طبعا هذا الان اتناولت انه هنا نص وهنا نص طيب قبل نتناول كمثال اكثر توسع عن هذا الامر هذا النص من جاي احنا هسا لو نفتح اي ملف كمثال هذا الملف لو نفتح بالمفكرة وان اتناولت هالموضوع عن هالموضوع عن هذا الشيء سابقا قلت لكم انه اي برنامج ذات فتحة بالمفكرة رح تظهر البايناري الخاص به هايذا شباب النص والما مفهوم وما قدر يترجمه هو بايناري محول اعتقد الى اسكي بس ما قدر يفهم البايناري شباب هسا هذا مؤسكي رح نقلي حرف الامر هذا الثمانية بيت شووو شباب يعني ثمانة بايناريات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة اعتقد اكو صفر ممكن منها من هاي قبل الجسم فما محسود هاي الحاسوبنا اي اعتقد اكو صفر يصير هنا قبل هاي الالة الحاسبة ما تحسب الصفر اذا من هاي الصفة منجرد الحاسبة ما اعتقد هاي بيها احرف على العموم شباب هو البايناري التحويل للاسكي فكبداية مثل شو تتكون هاي البرامج اللي تضغط بالملفات اول شي تاخذ البايناري الخاص بالملف الشباب كون من تاخذ البايناري تقدر ترجع على الاصلة يعني هسه هذا كمثال قل اكل لكم على شاء الله هسه مثل هذا الملف سويت له ايش ونسخت كل هذا الكود الموجود هنا نسخته وسويت لي ملف جديد وستنت نصيه قليت بيه اللي كان هنا وحفظت مثل مثل كي دات كي دات كي دات اي اكس اي بدون شغلة شباب نلاحظ انه الملف ما يشتغل السبب السبب انه التحويل الملف الى بايناري ثم ارجع الى اكس اي اكس اي مو بها السهولة اللي تشوفون هال العملية لازم تشوفون يعني شون يتم تطبيقها برمجيا يعني انت متج اذا تريد تحول الملف الى بايناري حتى تقدر تضغط اللي بداخله تسوي هاي العملية هاي العملية غلط كمثال اكو مثالي وضح لكم اذا شايفين سيرفارات الاختراق من يتم تحويلها الى البيسيك اربعة وستين تتحول الى كل الملف بالكامل يتحول الى رمج بايسيك اربعة وستين اللي اعتقد اصلا بايناري فاكو عملية ثانية ترجعها الى الى اصلا الى ملف اي اكس اي تقدر تستغل انت طبعا البيسيك اربعة وستين تقدر تحولها هي نفسها الى بايناري وبعدين تسوي عملية ضغط على البايناري طيب شباب هاس افتهمنك بداية مين تجي البايناريات اللي اريد نضغطها هاس احنا افتهمن هاس شباب اول نقطة لازم نفهمها انه الملف عبارة عن بايناري والبايناري اللي هي الصفر والواحد اللي هي عبارة عن التيار الكهربائي هاي نقطة الاولى نقطة ثانية انه نضغط يزغر حجم البايناري او الناص البايناري حتى نحصل على حجم اقل وبالتالي نقدر الدولة على الانترنت بسهولة اكبر يعني انه نفرض انه قدرنا نزغر ملف حجم خمسين ميجا بايت الى حجم خمسة وعشرين ميجا بايت او حجم اكبر او اصغر حسب الخوارسين المستخدمة فهذا الشي اكيد افضل كمثال شباب لو نفرض انه هذا عندنا النص اللي يريد نزغر اللي هو A B C اول ما نحاول شباب الى افضل قبل لا نحاول البايناري كمثال خلنكتبها حرف الاي اول نقطة خوارج زنيات الضغط من تشتغل تشوف الاحرف المكررة فتحسبهم او تعوض تحفظ مكان هذا الحرف حتى من تجي تكتب الملف يعني تكتب الملف اللي بعد الضغط ما تكتب مرتين تكتب فقط مرة واحدة بس التفسير هو اللي راح يرجع لك الضغط الى اصلا كمثال شباب هذا تحول الى ثمانية بيت ثمانية بيت ثمانية بيت فاذا اريد اخترح لمثال كمثال فقط لهذا النص شباب ما يعني كنص عام الآي مثل اطيه صفر صفر واحد الآي اطيه البي اطيه صفر واحد صفر سي اطيه اطيه مثل واحد صفر صفر هذا الجدول طبعا هذا ال انكود الناتج هذا لازم افسره بجدول انه يرجع لي هاي الصفر صفر واحد الى شنو الى بايناري الاي اللي صراحة بايناري الاي ما اعرف اعتقد واحد صفر صفر وهات الشي على العوم ماكو مشكلة فلو نجي نحسب النص حجمي قابل لا يتم عليها الضغط ما نحسبه كل حرف شقد ثمانية بت ثمانية بت عدد الحرف شقد اربعة ثمانية فيها اربعة ماشي يساوي ثمانية فيها اربعة اه مئة وتلاتين مئة وتلاتين خلنشوف الناتج ما نضغط شقد عندنا الناتج ما نضغط تحول من ثمانية بيت إلى ثلاثة بيت ثلاثة بيت عدد الأحرف قلنا الحرف الأحرف المكرر رح ناقذ بس مكانة المفسر هو اللي رح يضيف لك بعدين وراء التفسير رح يخلي الحرف يرجع لأصلة ثلاثة فيه احنا سعدنا أربعة أحرف وعدنا واحد مكرر إذا صارنا ثلاثة ثلاثة فيه ثلاثة يساوي تسعة بيت تبقى شغلة شباب المفسر المفسر يعني الجدول اللي رح يفسر لك هذا كل بايناري إلى الأحرف الأصلي هذا المفسر أيضا ينحسب الحجم القاصبي فشوفوا شقد يطلع تقريبا يطلع يعني ما أعرف صراح شباب كطريقة الحساب بس ما رح يطلع ثلاثة فيه يعتقد يطلع يمكن أربعة وعشرين فقدرنا نزغر البيانات من 32 bit إلى 24 bit يعني يفرق لنا فرق شبير خصوصا عندما كبرت البيانات وتكررت البينيريات راح يسهل لنا هذا الأمر فضغط الملفات يصير بهالطريقة هاي أكو مثال أوسع على هذا الشي إي شباب أكو مثال اللي هو خوارزمية half man code راح أترك لكم إن شاء الله الرابط أسفل الفيديو حتى تطلعون عليها وترك لكم جميع المصادر الموجودة زين شباب هس من خلال الشريح عرفنا أنه اللغط يزغر حجم البيانات زين التشفير شي سوي شباب التشفير هي عملية تحويل النص إلى أي نص تاني وباستخدام مفتاح وما ينفك التشفير بدون المفتاح فإذا تريد مثل شخص سأل لك شنو الفرق بين التشفير وبين الضغط التشفير عملية تحويل النص إلى نص آخر باستخدام مفتاح ما يهتم بالحجم سواء كان أكبر أو سواء كان أصغر وما أعتقد نهائياً يطلع أصغر لأن التشفير عملية تجمع بين النص وبين المفتاح فما أعتقد أنه تطلع أصغر من الناتج البداية أما الضغط لا الضغط تستخدم خوارزمية لجعل النص إلى حجم أصغر من حجم السابق وهدف الضغط هو تصغير حجم الملف حتى تقدر تدول على الإنترنت بسهولة أكبر أتمنى الشباب يكون شرح بسيط وتوضيح بسيط عن الضغط فهمنا أنه نقاط أنه كل ملف يتكون من بايناري اللي هي التيار الكهربائي اللي هو الصفر والواحد اللي هو البايناري هدف ضغط الملفات هو تصغير حجم الملف في أمان العشاء ترجمة نانسي قنقر